ارتفاع محسوس عرفته أسعار العملة في السوق السوداء مقابل العملة الوطنية بالتزامن مع موسم الحج وعطلة الصيف أين يكثر الطلب على مختلف العملات الأجنبية لا سيم الدولار والذي شهد ارتفاعا كبيرا على المستويين الرسمي والموازي وشهد الدينار أمس انخفاضا جديدا على مسوى بنك جزائر ليبلغ سعر صرفه 101.95 وحدة أمام الدولار وهو أكبر خفاض منذ عقود فيما بلغ سعر صرف الدولار الواحد بسوق السكوار إلى 145 دينار أما سعر شراء الدولار فقد حدد ب143 دينار كما بلغ سعر صرف الأورو على مسوى البنك 113.26 دينار فيما ارتفع سعر بيع الأورو في السوق السوداء إلى 160.5 دينار أما سعر الشراء فوصل إلى 159 دينار للأورو الواحد ويبدو أن زيادة الطلب من قبل الراغبين في صفر خارج جزائر أو المتوجهين إلى البقاع المقدسة هو سبب ارتفاع أسعار أغلب العملات الأجنبية بسوق السكوار والذي عرف انتعاشا كبيرا على الرغم من حملة المداهمة التي شنتها عناصر الأمن لإزالة سوق حل محل عمل البنوك ومكاتب الصرافة ترجمة نانسي قنقر